نروح نشوف بقى كلام العلم نبعي بقى عن التعليقات ومعنا ضفتنا اللي منورونا في الستوديو الدكتورة ردوة سعيد عبدالعظيم استشارة طب النفسي بكلية طب أسرة العين يعني احنا استعرضنا كده شوية دكتور مع حضرتك التعليقات شايف الاول ردود فعل الناس ازاي؟ وإن اللي بيكون مرتبط معهم وهم رايحين الشغل بيخلين يومهم سعيد تحديدا؟ حياة ردود ده أفعال الناس لطيفة جدا وعلمية ده اللطيف كمان في الموضوع إنه اللي قال أنا بحب أشوف مامتي الصبح فعلا لأنه الأهل خاصة أنا بتكون العلاقات طيبة بيدوا إحساس بالطمأنينة وبداية قريبة حميمية لليوم يعني شفت وش أمي شفت وش أبويا شفت وش مراتي أولادي فالبداية دي دايما بتبقى بداية مطمئنة المخ لما بيصحى الصبح بيبقى عامل زي جهاز الكمبيوتر ستارت أب أي حد شاف جهاز الحاسوب الآلي المسمى بالكمبيوتر أعرف إنه بياخد وقت عشان يحمل بعض السواني وبعض الدقائق على حسب كمان ساعته المخ عامل كده أحيانا لما بكون مشغول بفكرة وما نمتش كويس أو نايم وصاحي عليها أصحى الفكرة تبقى سابقة اليوم كتير منها ممكن يبقى حس بالقصة دي فالشخص الطبيعي اللي بينام ومخه مش مشغول وبيبقى صاحي في هدوء مخه بياخد وقت علشان يوورم أب يوورم أب يعني إيه؟ يبتدي يشغل الأجهزة الحيوية فأما ببتدي أشوف وجه مألوف وجه بحبه وجه بيطمني وجه أنا عايزه زي الأهل أو الشخص المقرب ليا هنا الارتباط الشرطي تحديدا حياتي بتتكلمي عليه مش بس الارتباط الشرطي الارتباط الشرطي هيلعب معانا دور تاني اللي هو بقى بس عملي كوباية شاي زي الشخص اللي قيب ده أو القهوة أو السكفية أي حاجة بقى متعودين عليها الصبح بالضبط العابن سميها مراسم الصباح مورنينج ريتيولز فمراصم الصباح دي والروتين ده لقينا ان هو بيبعث الطمأنينة وبيدي شحن للمخ لانه بيحساسه ان كل الأجهزة تمام وان اليوم هيمشي كويس في الناس كتير كمان اللي حاجة بقى بتتكلم عليه الارتباط الشرطي أنا لو ما حاجةش ياخد دوش الصبح أنا اليوم باز أنا لو ما كلمتش فلان الصبح اليوم ده ريش يبقى يوم لطيف كانت سمعنا تقريبا في أول الحلقة كبا نكلمنا عن التقوز بتاعتنا والجومانة كانت تقريبا نفسه زي سيم اللي حاجة بتقولي عليه بالضبط ما هو كده يعني هتلاقي أغلب الناس إحنا معظمنا شبه بعض يعني على قد ما إحنا مختلفين إنما الأجهزة الحيوية واحتياجات الإنسان للسعادة والطمأنينة والأمان مهم جدا فإيه اللي بيديني الإحساس بالأمان وإحنا بنتكلم كمان إحنا دخلنا المدارس فمهم جدا إنه نتكلم للأطفال صحيح فالأطفال النهاردة وهو رايح المدرسة إيه الحاجات اللي ممكن تساعد ابني أو بنتي إنه يحسب إن اليوم هيبقى لطيف وإنه هيبقى رايح للمدرسة مطمئن وإنه مخه يبقى جاهز للتفكير والإنتاج والخلق والإبداع إذا كانوا يعني عندهم الفرص دي ففكرة إنه بيقوم الصبح يخص السنانه يأكل حاجة يصلي مع والده أو والدته أيا كانت إيه الصلاة يعني أصد مرسم إن أنا ببتدي يوم بإن أنا بسلم للأعلى تقص دينية تقص روحاني أحب أسميه أكتر إنه تقص روحاني علشان الناس بتختلف في معتقداتها أو أسلوب روحانيات في ناس ممكن روحانيات معاها ما ترتبطش بالدين فقط ممكن يبقى بيمارس يوجا فده تبقى أسلوب الروحانيات اللي هو بيمارسه من خلال الحركة والتواصل مع الأعلى فأيا كان الميول اللي بيمارسها هذا الشخص فده شيء بينظم المخ وبيديله إحساس بالأمان وإنه يعني كل حاجة تبقى كويسة وإنه يبقى عنده استعداد إنه يشغل الأجهزة الحيوية وإحنا نايمين ده المخ الأجهزة اللي تحت هي الأجهزة البدائية المسؤولة على ضربات القلب على التنفس على النوم على أشياء مختلفة هي بتتعمل أوتوماتيكي التفكير عادة بيبقى في القشرة المخية عشان القشرة المخية تبتدي تشتغل هنم بتاخد وقت طيب إفرد أنا صحي متأخر وعندي امتحان ومالحيش أنام آه ده بيبقى يوم صعبة قوي موضوع الصحيوم متأخر ده بيبقى يوم صعبة قوي اللي هو إحنا على طول عايشين فيه يعني للأسف بالنسبة لنا ما عندناش الفور ما عندناش الرفاهية دي بصراحة قوي فإيه اللي بيحصل في الحلقة دي الشخص بيبقى يمقلق فهو عنده إفرازات للهرمونز اللي بتقوم شحنة المخ بطريقة سريعة جدا أحيانا ده ممكن يخلينا ننسى بعض الأشياء أحيانا ممكن يخلينا ما نعملش الحاجات كويس قوي زي ما بنعملها لو إحنا نايمين وهديين وأعصابنا ثبتة بالزبط كده وثبتنا الانفعالي معانا في جبنا يعني تحت قدينا مش إن أنا متوتر أو قلقان أو غاضب أو حزين أو منفعل بأي شكل ماشكال هو اللي بيتحكم فيه طيب دكتور فيه ناس بتسحى الصبح جهزة ومهيئة نفسيا إن هي تتعامل على طوله وتتكلم ويبقى فيه دوشة ويبقى فيه أطفال بتجري هنا وفيه ناس بتبقى محتاجة لا أنا محتاجة وقت إن شاء الله عشر دقيق هدوء ده بيبقى مرتبط بإيه؟ بيبقى مرتبط بعادات مثلا من الشخص وهو صغير ولا أني أحسن أو مش هتفرق حسب كل واحد نتعود على إيه؟ أكتر حاجة بتتحكم فيه كيوفية هو الجينات خلينا نبقى واضحين جدا تركبتي أنا من وانا طفل مولود بإيه؟ ورسوا عن أبويا عن أمي عن جدودي حصل لي حاجة أو تعرضت الحاجة أثناء الولادة وأنا مش فاكرة أيا كان خلاص أنا عندي ساتب عندي سوفت وير مولود بيه السوفت وير ده هو المسؤول على إن تجري أمراض لما أجبر السوفت وير ده هو المسؤول على طبيعة شخصيتي الحاجات اللي هتريحني الحاجات اللي ابتزاجني في بعض الأشخاص ما يحبوش يسمعوا أصوات الصبح صوت عالي ما تتكلمش صوت عالي الصبح شفت أنا أرياكي يا جمال شكرا الله دكتور عندي مشكلة فعلة في موضوع فالجهاز العصبي هنا حساس أنا عايز أخد وقت علشان أقدر أستحمل الأصوات العالية أو الضوضاء أو النور في ناس ما تحبش أبدا تسحى على نور على نور شديد جدا لو يعني فتحت له شباك فجأة يتأذى أذى شديد وفي ناس ما تنامش غير في النور لو ضلمت كل الأوضاء يجيلوا قلق عطرا هنا يا دكتور على المقاطعة لكن هل دي جينات بيتولد بيها أو جينات وراثية ولا ممكن يكون روتيني اعتاد عليه وأصبح مألوف بالنسبة له مع التعود المستمر على هذه الأفعال؟ كل حاجة في حياتنا بنسميه كده في الطب والطب النفسي خاصة بايو سايكو سوشيال يعني عوامل بايولوجية اللي هي الجينات عوامل نفسية اللي حضرتك بتتكلم عليها إنه أنا تعودت خلقت روتين أنا أمي كانت بتطفي النور وبتحط مزيكة هادية ومن وانا طفل فبقيتش بنام غيري والنور مطفي وفي مزيكة هادية بس في أم هتعمل كده لطفل ما ينامش هي بتحاول تخلق له الروتين ولكن هو طبيعته الشخصية جهازه العصبي مش عايزة عايز حاجة تانية في حاجة تانية عايز يشعر حاجة سخنة علشان يشعر بالدفء والهدوء سواء صيف أو شتة حاجة تانية عايز مامته تكلمه وتحكيله حكايات أو والده صحيح لحد ما ينام حاجة بيختار التلفزيونه ينام قدامه وفي ناس كتير بتفضل عايزة حاجة تقولك توش جنبي حاجة تزن تزن عشان أفضل حيث أن في حياة مطمئن إنه لما الدنيا بتسكت القلق بيزيد بيرتفع وصوت الأفكار بيخليه ما عافش ينام أو ما تعرفش ينام طيب دكتور أي شخص زي ما اتفقنا لتقوسه الصبح أين كانت بقى هيئي لو حصل حاجة كسرت التقوس دي يعني أنا مثلا واحدة ما بحبش يعني عشر دقيق كده هدوء الصبح مع الكافي ما يبقى معي وقتي حصل أي ظرف كسر العادة دي عشان أقدر أكمل اليوم بشكل طبيعي أو شكل فيه إيجابية المفروض نعمل إيه تاني ردود الأفعال بتختلف والثبات الانفعالي من شخص للتاني وأهمية الموقف يعني لو حضرتك النهاردة رايحة عندك معاد مع مدير ماسبير واحتمال يعملك ترقية أكيد حتى لو ما لحكيش شرام الكافي وما عملتيش كل الحاجات اللي انت مفروض تعمليها مخك هيجهزك إنك عندك موقف مهم فبالتالي هتتغاضي عن هذه الأشياء دايماً لما بيبقى عندنا أولويات ونبقى مركزين في الأولويات ما بنغرقش في تفاصيلنا وفي روتيناتنا يعني في حاجة تانية هي اللي بتاخد الصدارة أو بتاخد القيادة في المخ القشرة المخية بتركب فوراً ما بنبقاش بندور على أصلاً أجعان أصلاً أحتاج أروح التويلت أصلاً أنا وحش لي فلان يعني الحاجات دي بتبقى هنا زي ما أنا شايفة تحت اللي ركب على الفكرة هو شغلي هيتأثر أنا هخسر أنا محتاجة أقدي بشكل كويس فهنا الهرمونات والموصلات الكهربائية اللي بتتفرز في المخ بتساعدني على التصبيت ده مش كل الناس زي بعض يعني لو واحد كمان معتمد على المكيفات القهوة وده يمكن إحنا بنشوفه بشكل ملحوظ جداً في رمضان صايمين فتلاقي أول أيام الصيام أنا مقاري في الصبح لأنه أنا معاود مخي إن أنا ما بفقش وما بصحاش وما بقديش ويبقى جزء مني مش بس علشان القهوة ما دخلتش علشان أنا بقول لنفسي صحيح أنا مش فيه هو فكرة ده حقيقي ولا أنا اللي عامل العملات إقناع لشخصي إن أصلاً ما شربتش القهوة فأنا مش مبسوط العقل البشري معقد جداً ويعني من أكثر إبداعات الخالق سبحانه وتعالى ومن ضمن الحاجات اللي دايماً بتفاجئنا هي قدرات الإنسان على تخطي الصعاب على تحمل أشياء ما كناش نعرفها على تحريك الأشياء لما بنشوف في الهند أو في أماكن بتعتمد أكتر على إن هي تدور على قدرات البني آدم اللي مش معروفة صحيح ومعطل ولا قيمة له في واقع الأمر لأنه المخ يعني متسطب موجود علشان يقع ويقوم علشان يتحمل الضغوط علشان يقدر يخلق حلول للمشاكل فده طبيعة المخ ومش بس المخ طبيعة الأجهزة الحيوية للجسم وكده الشخص ما بيموتش غير لما الأجهزة التكميلية أو التعويضية تستنفذ أرصدتها هنا يحصل أن الأجهزة تتوقف عن العمل والشخص يتوفاه الله طيب بمناسبة يا دكتور فيه ناس بتعمل في مجال الخدمة العامة اللي هي بتقدم يعني أو بتحل مشاكل وبتاخد طلبات الجمهور بشكل عام دي أكثر الناس اللي بتتعرض لاختلاط أو ارتباط مباشر ما بينها وما بين الجمهور أحيانا بتيجي ناس منفعلة وبتيجي ناس هو كل هم وياخد خدمته فإزاي الشخص اللي بيقدم هذه الخدمة يحاول يعمل نوع من أنواع مش عاوز أقول اللي هو يتعامل ببروت شديد علشان خطر يعرف يكمل ساعات العمل بتاعته لكن تمارين أو تقوس يعملها يقدر اللي هو ما ينفعلش اللي قدامه ما يأصرش عليه سلبيا مهما كان مهموم لأن احنا بالله اللي بيضحك في وشنا طبعا بيات اليوم مش عادي لكن لو شخص مكشر أنا يومي أفل فالناس دي تحديدا اللي علاية ضغوطات تتعامل إزاي عشان تخلي يومها يعني مرن كده أو سلس الأشخاص اللي بيشتعلوا في المهن دي زي customer service زي ما حك خدمة العملاء والناس اللي بتتعرض كمان أنا بكلم على level أرقة شوية أنا بكلم كمان على المستويات الحكومية بقى يعني الناس اللي هي اللي بتتعامل مع احتكاك مباشر في كل فوقات المجتمع تحقيق أنا شايف إنه كلهم نفس الكاتجوري يعني اللي أنا عايزة أقوله يمكن الراجل اللي بيسموه customer service عنده منظومة بتحميه أو بتدعمه إنما الموظف اللي ما عندوش المنظومة دي ونتجي يخلقها لنفسه فالأشخاص دول أولا عليهم عب كبير جدا ولازم نشوفه ما ينفعش بس نقول إنه الشخص ده لازم يتقبل كل الضغوط ولازم يتقبل إنه واحد يجي يتطول عليه أو واحدة تتمفعل لا فهنا جزء برضو مهم إنه الشخص ده يبقى حاسس إنه في منظومة بتحميه يعني لو حصل إنه جاله مواطن وتجاوز في انفعاله نقدر نقوله مايردش عشان ماينفعالش لأن الانفعال هيزود الانفعال يعني فكرة بتاعيك مهمة جدا فيه إنه لو شخص منفعل قصادي وده مش بس في الأماكن الحكومية لو اتنين متزوجين والزوج منفعل جدا والزوجة بتدي التعلي عليه القصة مش هتخلص إنما لو حد فيهم وطل فولت وده بيحصل برضو في الموظفين الحكومة ويمكن ده تكنيك بيعلمون الموظفين في الأماكن اللي فيها تعاليم إنه لما تلاقي حد منفعل جدا دايما ترد عليه بهدوء لأنه هو بيبتدي يشوف أو يحس إنه صوته هو عالي فيبتدي تصله فكرة إنه مشكلة هو بيعملها ما علاش أبدا مع الشخص دايما أتواصل مع الشخص في حدود المتاح عندي وأوصله الرسالة بوضوح اللي بيحصل عندنا كمجتمع عاطفي إنفعالي إنه لما حد بيجي يتجاوز بأي شكل حتى لو بصوت عالي بيبتدي الشخص يحس بالإهانة ويبتدي يقول لا أنت بكلمني كده ريه لا ما حدش يكلمني بالشكل ده ويبتدي قصة تخش في إخناقة شخصية فلا الشخص ده بياخد الخدمة ولا الموظف بيبقى قام بشغله بشكل ماهني صحيح فالحل هنا رقم واحد إنه حتى لو موظفينه معندهمش فكرة التدريب في مدير والمديرين الوعيين وحد منهم حتى بيسمعنا عنده القدرة إنه دايما يبقى بيحمي موظفينه وبيتكلم معاهم فده بيديهم إحساس بالأمان وبيديهم إحساس كمان بالدعم فهو يقدر يهدي نفسه ويقدر يبقى عنده ثبات انفعالي أكتر لما يجيله موقف زي ده علشان يبقى عارف إنه لو ما تصرفش بالشكل ده النتيجة هتبقى سيئة مش بس للمواطن يعني مش فكرة بأنه بينتقن من الراجل اللي تطول عليه وفكب بس كمان يدخل في فرق بين الهدوء والبرود يعني الهدوء يختلف عن البرود لأنه أحيانا ممكن حد يرد بهدوء فالقدامه هيهدى وهيتقبل الموقف ويحس زي ما حضر قلتين صوته عالي فيه برود مستفز أكتر للقدامي يعني بجد بيثير الشخص اللي قدامك أكتر فيها دي بردو الفرق لو أعتقد من فرق بالحالتين في حتة إنه أنا فعلا عايز أهدي لقدامي مش هستفزه ببرود نقطة خطيرة وده حقيقي لأنه البرود هنا في الحالة دي حضرتك هو نوع من العنف السلبي فهو بيعمل عنف هو ده بيزعق والتاني بيرد عليه ببرود فهو بيعنفه برضو بس بشكل سلبي فهنا فكرة إنه أنا بشوف الاحتياج للشخص فعلا يعني طلبه وإن أنا بأدراست يعني إن أنا بحاول ألبي هذا الطلب في حدود إمكانياتي الوظيفية صحيح فده طبعا مختلف خلص عن النقطة راحيك بتقولي ويمكن ده بنشوفه أكتر ما بين الأصدقاء أو ما بين الأزواج أو شركاء الحياة يعني يمكن من التعليقات اللطيفة اللي شفناها حد بيقول أنا يومي بيبقى سعيد لما بشوف بوز مراتي على الصبح أعتقد بكده يعني إحنا ننهي حلقاتنا عشو ما نتدخلش بس في أمورهم الداخلية والهدي الموضوع برضو يعني إحنا بنشكرك دكتورة ردوة سعيد عبدالعظيم استشارة طب النفسي بكلية طب أصر العيني بنشكر حاجة فاني ما نمجوديك معنا في صباح شكرا ديك أسعاد تومي مرسي